استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطاب إلى الأمة مساء أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب النكسة التي سجلها في الانتخابات التجرعية والتي خسر فيها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية وأعلن ماكرون أن المعارضة أشرت إلى استعدادها للعمل مع حكومتي بشأن ما سمها مواضيع رئيسية مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة حثا في الوقت ذاته إلى تشكيل أغلبية برلمانية لتجنب الجمهود السياسي